طالع هنا الاحتكاك اللي حصل هل ترتقي لركلة جزاء نرد نقول أن مع رف مستوى الأخطاء داخل منطقة الجزاء في تلاحم عادل بالأكتاف ما بين المهاجم النصراوي المدافع الطائي بنتلسكة هنا فيه كتف بكتف فالقرار موفق جدا بين أن في استمرارية لعب لا توجد ركلة جزاء في تلاحم لكن تلاحم عادل يقاتل الكلة ينافس ويحمي مرمى